موسيقى 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 ضبطت كوادر الأمن الوقائي في إربد في منزل أحد الأشخاص قطعا فخارية ومعدنية تبين أنها جزءا جزءا منها ذو قيمة أثرية وتاريخية كما ضبط تسليحة وأدوات ومواد لتصنيع العتاد وإعادة تعبئته المركز الإعلامي في بوديرية الأمن العام أوضح أن العاملين في قسم أمن وقائي إربد رصدوا وتابعوا معلومات حول نشاطات مخالفة للقانون يقوم بها أحد الأشخاص حيث حددوا هويته ورقبوا تحركاته للتأكد من صحة ضلوعه في البحث عن الدفاء والأثار والمتجرة بها وبالسلاح وقد قادت جهود التحري والبحث إلى منزله حيث عثر عند تفتيشه بالطرق القانونية على 24 قطعة فخارية وأربعين قطعة معدنية تبين عند فحص الخبراء لها أن عددا منها حقيقي وذوقيمة كما تم ضبط ثلاث بنادق وأربعة مسدسات وعدد من المناظير وكميات من العتاد وأدوات استخدمت في تصنيعها عند شخص آخر تم القبض عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة